موسيقى موسيقى أطيب التهاني والتمنيات وطول العمر لهم وبالصحة والعيف وأنا ما بقول أنه في هذا اليوم بس تكرم الأم كل يوم يجب أن تكرم الأم وبحياتي هيك تعلمنا نحن أنه أمنا مكرمي وبالحقيقة يمكن لما تيتمنا لكن كل يوم منذكر أمنا وهذه الحقيقة تربي ودين ومن كل النواحي صيدة الحقيقة اعتادت مثل ما تفضلت وقلت مثل سنوات نحن بنعمل هذا المهرجين يلي هو بس ذكره وليس أنه نوفي حقها للأم لا لن نوفي حقها بهذا المهرجين فالأم مدرسي بحد ذاتها على كافة الأصل طبعا نحن السوء التجاري دايما هو يتحرك وإن شاء الله يمكن هذا أول نشاط لحيكون السنة بسلسلة من النشاطات على مساحة الربيع وسيكمل لنهاية الصيف إن شاء الله لأنه في برنامج حافل ومشترك فيه كل الفعاليات المدينة نحن بسلسلة دايما نعطي عطينا خصومات عالي جدا بهذه المناسبة من المحلات حتى كل الناس تقدر تتسوق وتجيب لأم مهدي بأقل ما يمكن وخاصة مقدرين بهالناحية الظروف الحقيقة الاقتصادية الصعبة يلي عم يمرأ فيها البلد واللي مثل ما لنا شايفين نحن صارت البضع الاقتصادي والتجاري بأسوأ أيام والحقيقة وأملنا الاستجابة ترجع الحكومي ومجلس نواب لي أخذ بعين الاعتبار هواجز القطاعات الاقتصادية بلبنان يلي نحن عم نقول أنه في محلات كتير ممكن ياخدوا مننا الدرائب يستوفوها بدون ما يدفع المواطن خاصة نحن اليوم ما بقى في عنا طبقة حتى كنا نقول في طبقة متوسطة بالسبعينات وثمانينات اليوم الطبقة المتوسطة يلي كانت تشكل سبعين بالمية من الشعب اللبناني ما بقى في طبقة مصطوطة بمعنى عن الكلمين اليوم الفقر أكتر من أربعين وخمسين بالمية وإذا وجدوا الطبقة المتوسطة لتشكل يعني الحد الأدنى من المعيش فمن هون نحن نناشد كمان الدولي أنه بيظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي إلى أقصى الحدود واللي نحن قلنا نبهنا فيه سابقا أنه نحن عم نمر بمرحلة صرنا عشافير الهاوي إنما نحن أنا من أسبوع طلعت بمناسبة عيد الأم كان بيان مشان السوق عم يفتح ويتفعل مع الناس ويخفض أسعار إلى أقصى الحدود أنه نحن بدأنا الإنزلاق بالمهور ولا نعرف أين سنصل للأسف أنا هون بدي أحكي شغلة كتير أساسية واستغل وجودك أستاذ علي ونحكي عن موضوع الدرايب قديش حضرتك رئيس جمعية تجار مدينة صيدة تحكي عن هالموضوع وقديش فعلاً رح يكون عنده ارتديات سلبة على المواطنين بشكل عام نحن متش ما قلتلك يعني بذل هذا اللي موزود فيه عند أبواب الدولي للدرايب تحصلها بدون ما تمس ترجع بالدرايب يلي اليوم عمد التفرد ولو أنه الظاهر منها لحديث هلأ يعني منه كتير لكن بيكفي أنه نقول نحن فيه عندنا هدر بيه إله أول ما إله آخر وفيه فساد إله أول ما إله آخر وفيه تهرب ضريبي إله أول ما إله آخر يعني أنا ما بعتقد أنه 50% من اللبنانيين بيدفعوا ضريبياً ما بنقول نحن فيه هدر بالجمارك بإن كان بالمرفأ ولا كان بالمطار ما فينا نقول نحن ما فيه أملاك بحرية بالدر ملايين الدولارات ولا يتعاطوا معها بجدية منقول مصطحة الكهرباء يلي هي عملت تخسر من سنوات وعم نشوف هلأ فيه تقرير أنه أصحاب المطارات دخلوا خمس مليارات بالسنة فكيف الدولة ما بتقدر تعمل عملية هي جراحية وتخفف عن كهل المواطن ويصير فيه عندها أنه تأمل الكهرباء دالت السنة فيه عندنا عجز مليارين دولار من نتيجة الشعب اللبناني عم يدفعوه والطبقة الفقيرة عم تدفع أكثر للحياة من هون نحن عمل ناشط دولة الرئيس سعد الحريب وعمل ناشط فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس برري أن يأخذوا هذا الوضع نحن بإنهيار فعلي بالبلد اليوم وما بقى تحمل الناس وعم نشاهد نحن الإفلسات وأكبر المحل وهيدا الشي الأساسي وأنا حبيت اليوم استغل وجودنا مع أنه اليوم متعلق بعيد لأم إنما الأم أيضا عم بتعاني هي وعائلتها أنا بدي أشكر كتير وجودك معنا اليوم استاذ علي شكرا يعطيكم ألف عافية شكرا كتير هذا النشاط يلي نحن السنوية بنعمله وابدي أشكر أنا بالحقيقة يعني يلي دايما تشرف على هالنشاط تحديدا معالي النائب هي الحريري يلي هي أما النشاطات لأنه سترعى هلأ النشاطات يلي هي اللي حتكون بالربيع وبالصيف إلى أقصى الحدود إن شاء الله مراتون الكبير وهذا الحقيقة عن نشتغل لحتى نجحه إلى أقصى الحدود شكرا لكم وكل عام أنتم بخير حذرتك بك شكرا بخير كمان وكل عائلتك أيضا شكرا كتير أستاذ علي وأكيد ثيما الرعاية عم بتكون لما علي النائب بالستباهية الحريري وأكيد هي الأم أيضا اللي منوجه لها تحية أيضا اليوم ومنعيدها رح نتابع لقاءتنا مع الأستاذ أميل اسكندر وهو الرئيس لجنة الحوار والتنمية أهلا وسهلا أستاذ أميل وإن شاء الله كمان أكيد يعطيكم ألف عافية على هالنشاط إن شاء الله بهذه المناسبة يعني اللي هي عيد لكل إنسان بلبنان وبالعالم يمكن كل عيد بيكون بخص فئة أو بخص طرف معين أو وطن معين أو دولة معينة هالعيد لكل الناس ما في حدا ما عنده أم وبالتالي بيجي هالعيد بأول الربيع وهو عيد الفرح وعيد العطاء كل الناس بينتظروا هدية بعيد الأم بأعيادهم إلا الأم هديتها هي إن تشوف الناس لحوليها سعادة ومبسوطين فهيدا العيد هو عيد الفرح وعيد العطاء بالمناسبة كمان أنا بحس أنه بدي وجه تحية للمرأة باليوم العالمي للمرأة وعلى أمل أنه المرأة اللبنانية تقدر تحصل على حقوقها بدون منة حدا حاجة يربحونا جميلة أهل السياسي والمجتمع المدني والمظاهرات والمطالب المرأة هي نص المجتمع صحيح يعني هي نص المجتمع وبتخلي في النص التاني أستاذ أميل أنا بدي أحكي عن شغلة كثير أساسية لبنان كل عمره بنعرف أنه منفتح على الأديان دايماً بنقول أنه إيد واحدة ما بتكفي كلها من المد إيدينا لبعضنا وهيدا الشي اللي اليوم حابة كمان أحكي معك بهالموضوع اللي هو موضوع التنمية والحوار أديش فعلاً اليوم بخلل هالمهرجين ومدينة صيدا بنقدر بنرجع نحكي أنه عم بيكون في حوار وتنمية ومعهداً عم بيقدر يغطيه بالشي وعم نقدر فعلاً نحصل عليه على الأرض شوفي صيدا كل عمره مدينة الانفتاح ومدينة العيش المشترك وصيدا ما بيفصلها عن محيطة أبداً أي حواجز كلنا عشنا بالمدينة مسلمين ومسيحيين وما حسينا بهيدي الفوارئ ولا تزال صيدا مدينة التسامح ومدينة الاعتدال والمدينة الوطنية المعروفة بخطها الوطنة مدينة ما بتميز أبداً وبتحتضن كل الناس وبالنسبة للحوار الحوار مش حكي ولا نظريات الحوار هو هذا العيش المشترك أن يعيش الإنسان مع خيه الإنسان ويتقبل الآخر ويتعاون معه من أجل الإنماء ومن أجل المصلحة الوطنية العليا أنا بحس الحوار هو حوار يومي هو حوار طلاقي بالمدرسة وبالوظيفة وفي كل مكان وإن كان قلت هالمساحات المشتركة بعد الحرب اللبنانية نحنا منفتقد لهالمساحات هايدي اللي كانت موجودة بالسابق لما كانوا كل الناس بيتواجدوا بمدرسة وحدة وبالمحلات وبالمتاجر صيدة مدينة كانت مختلطة على كل الأسعاد في الحياة الاقتصادية وفي المدارس وفي كل المناسبات صيدة كانت تحتضن الجميع إن شاء الله ما بدنا نقول كانت هلأ إن شاء الله رح ترجع تحتضن إن شاء الله حتى نختم حديثنا كمان اليوم بالتفائل اليوم هو يوم فرح وأنا بعيد كل الأمهات وبعيد صيدة المدينة اللي بتحتضن الجميع وبحس أنه في نهضة مستمرة بهذه المدينة يمكن بجهود رئيس البلدية والمجلس البلدي وكل الفعاليات والنواب والمجتمع المدني صيدة عم تنتقل من نهضة إلى نهضة ومن نشاط إلى نشاط إن شاء الله بتستمر بهذا النمو وبهذه المسيرة إلى الأمام إن شاء الله يا رب يعطيكم ألف عافية شكراً كثير أستاذ أميل وأكيد كون اليوم الشعار هو وطن الأم وأنا اليوم مدينة الأم مدينة صيدة وأكيد تحياتنا لكل الأمهات أنا رح تابع أكيد معكم لقاءاتي من مدينة صيدة خليكن معنا شكراً للمشاهدة